وانا يعجبوني توانسكي في بداوي يتنمروا على الحديث متاعنا فقط يسمعك من غير ما لا يحلل يشوف العنوان اللي تكتب في الفيسبوك مثلا دارت من الحوار اللي فات لا من الحوار عملته في إذاعة راديو إيرادة في بنجردين كانوا اللوخيين في بنجردين مشيت استضافوني في راديو إيرادة معناتها وشكر لهم فضلهم فقلت لهم ثم إشكال في المعبر راس جدير بنجردين لأنه عنده مده مقفول ولكن نجمه نلقاه حلول والحلول ممكن ما تتلقاش في المركز على المستوى المركزي لأنه ما يعرفوش الوضعية القبلية والوضعية اللي موجودة خاصة في الشقيقة ليبيا فلابد من تشريك الستيكهولدر تشريك المتساكنين وكبارات بنجردين وكبارات القبال وكبارات الناس اللي تفهم واللي عندها مشيو جاي ما يعبر عنه بالكنترا الصلاحا ولكن هي تجارة بينية في النهاية وحياتهم كاملة داخلين خارجين على الحد ويعرفوش معلتها ليبيا وكيفاش يستقبلوهم الليبيا وكيفاش يستقبلوهم التوانسة وشكون يتحكم إلى غير ذلك فقلتولهم ثم حلول فما راعني لثم حملة هاهو نيزار الشعري قال لك أنا عندي حلول البنجردينو إيه عليش نيزار الشعري من الجمش يكون عنده حلول وإلا الناس منتع بنجردين من الجمش يكون عنده حلول فقط يعني وانا نحب نشكر هنا كل الجيوش الإلكترونية منحبش نسميهم ذباب إلكتروني منحب نشكر كل الجيوش الإلكترونية اللي قاعدين يقوموا في مجهود خارق للعادة باش يحرفوا الكلام ويخرجوا الكلام من السياق متاعه وخاصة لتحكير من باب التصغير يعني مش تحكير من باب الحقارة لكن من باب التصغير مجهودات ناس قاعدة تخدم وقاعدة تهبط فترات وقاعدة تحاول إنها تلقى حلول للي ما لقيتهمش أنتم والناس اللي تدفع لكم في الفلوس وبركة لو فيهم الناس اللي تدفع لكم في الفلوس على خاطر قاعدين يدفعوا في برشة فلوس بشيطلعونا في الريتش أورغانيك متاع الخدمة متاعنا هذا يجيش أقول لك أنا جيش أقول لك أنت إعلامي وتعرف إنه الدعاية السلبية هي أنجع دعاية هاني شكرت شو سيم هاني شكرت يعني لا تحزن لا معنا ما تصير لكش كي ما تصير لك الدعاية السلبية أنا هاني من هنا من هذا المنبر نحيي كل الناس اللي معناتها مسايبة خدمها ولا هي خدمتها هذهك خدمتها بش ما نقولش مسايبة خدمها هي هذهك خدمتها حتى رحنا نعملوا في إيتيود على كل حاجة عنا كيب خرق العادة وتعمل في إيتيود وسكان كل حاجة تقعد التتصير فلفو بروفيل لذلكم لكل بركة اللي هو فيكم طلعونا لريشورجانيك متاع لفيديو وهكا تلقاهم على البلاء ورهوا على فكرة زادك الإشاعة اللي خرجتوها متاع أنه تعديد في قناة البلاء أنه نزار الشعري سينضم إلى اتلاف الكرامة على كل حال أنا عندي برصة أصدقاء من اتلاف الكرامة وانحييهم وما عندي حتى نية بش ننضم حتى حزب ولا حتى مجموعة أنا نزار الشعري سأكون مترشحا مستقلا وأدعو الجميع إلى الانضمام إلى مشروعي والالتفاف حولي وكنا يد واحدة بش نبنيه وتونس مخير مرحبا بأتي لا في الكرامة ومرحبا بالدستوري الحر ومرحبا بالنهضة ومرحبا بحتى تنسيقية الرئيس قيسة سعيد من المهجورين ومن غير للسعادات إلى غير ذلك كنا قادرين أنه نتعاملوا مبعضنا وأنه نتلموا حول تونس أفضل للجميع كفانة هذية نهضاوي وهذية دستوري وهذية أتيلاف كرامة وهذية زقفوني راهو هالأمور هذية ما تنجم متخرج حتى شيء من حتى بلاسة يلزمنا نرجع للجادة يا أصدقائي راهو معاتش ثم برشة وقت وكفانة تدميرا لهذا البلد راهو البلاد معاتش فيها مدددمر الأمور واضحة الحشرة القرموزية كم لتقذات على شوية الهندي اللي عندنا يزدنا نلقاو أفكار خارج الصندوق بيش نخرج ومبعضنا من هالوضعية الكارثية وتجم تلقاها في النهر يوجدوا في النهري ما لا يوجدوا في البحث